اشتركوا في القناة حلقتنا النهاردة ان شاء الله هنعمل فيها الجبنة الكريمي بطريقة بسيطة جدا وخفيفة جدا وسهلة جدا عبارة عن جبنة قريش وشرش الجبنة هنعملها ان شاء الله هنضربها في الخلاط هتطلع معنا بالشكل ده احنا لسه ضربنا في الخلاط فهنسبة ترتاح 24 ساعة لحد ما تدينا الصمك المطلوب انا عاملها خفيفة شوية ممكن ادخلها في بعض الاطعمة او الحلويات تشيز كيك او اي نوع من الاطعمة اللي تحتاج للجبنة سايلة الى حد المنزل ما احنا شايفين او عايزها اكثر صمكا بضف لها جبنة قريش كل الحاجات دي هنتعرف عليها و احنا بنعمل المقدير والخطوات زي ما احنا شايفين شرش الجبنة عندي الجبنة القريش اللي احنا كنا عملنا فيديو عن شرش الجبنة فانهاردة ان شاء الله هنعمل الجبنة القريش منها جبنة كريمي مقدرنا بسيطة وخطواتنا سهلة واتعالوا مع بعض الخطوة الجاية ان شاء الله وهنبدأ مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم هنستعرض خطواتنا في عمل الجبنة الكريم اه طبعا الخطوات اللي احنا عملناها انا هنا اه هنا خلاص خلاصة الخطوات بس هنستعرضها كده مجرد استعرض نظري اه اتنين كيلو لبن حطيته مدرجة حرط الغرفة اه اربعة و عشرين ساعة لو جوا حر تمانية واربعين ساعة لو جوا برد بعد كده بعد ما حصل التجبن رفعته على النار ابتدى يدفع بعد ما يدفع حطيت له اربع معلق خل المرحلة دي بحط اربع معلق خل ما بحطش تلاتة لان انا عايزة جبن قريش اه متمسكة الى حد كبير بعد ما بتبدأ تتماسك ببدأ خلاص بقى بتفصل الشرش عن الجبنة بصفيها زي ما احنا شايفين كده قدامنا وادي الشرش اللي عندي اه باخد كمية من الشرش لو عندي كباية جبنة ممكن احط عليها الربع كباية من الشرش عايزاها متماسكة بقلل الشرش عايزاها سايلة الى حد ما لو هعمل مسلا شيتسكيتك اي نوع من الحلويات ومحتاج الجبنة الكريمي ممكن اخليها خفيفة الى حد ما اه كده بقى هنبدأ الخطوة الجاية وتعالوا مع بعض الخطوة الجاية ان شاء الله ورجعنا مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم اه زي ما قلنا لو معيارنا عندنا كباية من الجبن القريش ممكن احط عليه ربع كباية من شرش الجبنة او نص كباية هنا هنحطيت الكمية هتضربها في الخلاط ونرجع مع بعض الخطوة الجاية ان شاء الله رجعنا مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم اه انا ربطا في الخلاط ببدأ انزل الخليط الجبنة زي ما احنا شايفين اه زي ما قلنا لو انا عايزاها تبقى اكثر سمكا اه ربع كباية من شرش الجبنة مع الجبنة القريش تبقى كباية لو عايزاها تبقى سالة الى حد ما هعمل شيتسكيتكها دخلها في حلوياتها دخلها في اي مدخل من اي صنف اعمله ابدأ اخففها حتة درجة ان انا اه صمكها او تخففها دي على حسب كمية الشرش اللي انا بعمل اه بس بترتاح لمدة 24 ساعة بتبدأ تتقل ليه لان عندي مواد الصلبة بترجع تتركز ثاني مع الشرش الشرش في مواد صلبة وجبنا مواد صلبة هيبدأوا اتنين يمتزجوا مع بعض ويطلع لي المنتج زي ما احنا شايفين اه بعد كده بنبدأ بقى اه نستخدمها زي ما قلنا من الافضل لانا ما استخدمها باستخدمها اه ممكن كل اه اسبوع اعملها ما كطرش لان هي ما فيهاش مواد حفظة اه هي مرت بمراحل تسخين الشرش والتفاصل الجبنة لكن هي في حد ذاتها اه طبعا اه اضربتها في الخلاط مع الشرش فالافضل لانا مثلا اعملها كل تلات ايام ممكن اعمل كيلو لبن اتنين كيلو لبن استخدمه وبعد لما استخدمه ااخد الشرش استخدمه الاستخدمات اللي احنا بنكررها دايما اه وبعد كده استخدمها هي في حلويات في اطعمة اي اضافة هضيف فيها الجبنة الكريمي هتبقى متاحة عندي يبقى في كده دي تاني طريقة لنا للجبنة الكريمي اللي احنا عملناها عملناها بخطوة اه مختلفة الفيديو موجود عندنا في قناة نقدر نرجع له ان شاء الله هنا خطوة اه مختلفة برضو دي جبنة كريمي ودي جبنة كريمي عايز اعملها بالخطوات دي لو عندي الامكانيات والمقدير اعمل عندي الخطوات دي لو عايز اعملها سريعة اعملها التانية كنت طهي على النار ممكن تقعد اكتر اسبوعين اعشر ايام اكتر دي اكترها اسبوع في التلاجة على رف التلاجة مع الاستخدام المستبار لو انا عايز بقى احفاظها مثلا ممكن احطها في الفريزر برضو ما تقعدش كتير يعني ممكن اسبوع او عشرة ايام اه من الافضل بالنسبة للجبنة الكريمي بالطريقة دي اعملها بالتدريج واستخدمها اه زي ما بأكد في كل مرة طالما في منتج لبن بعمله من الافضل لينا ان احنا نتناول شرش اللبن اهم حاجة بالنسبة لنا زي ما قلنا احنا بنكون العزام العزام مفيد جدا للعزام سواء للاطفال ا او للكبار السن جميع المراحل العمرية الشرش موجود بنعمل منه سبحان الله من الشرش الحاجة الطبيعية البسيطة عملنا منتجين زي ما احنا شايفين عملنا منه الجبنة المزارلة وعملنا منه الجبنة القريش ادي الشرش بكل فوائده كنز الكنوز زي ما بنقول لانا كله ولا نمل من ان احنا نضيف عليه الكنز الكنوز مواد صلبة فيتامينات معادي المضادات للاجسادة واد الجبنة الكريمي اللي احنا عملناها من شرش اللبن مع الجبنة سبحان الله كل خطوة مختلفة عن خطوة منيجي نعمل اللبن وبيفصل بطريقة معينة اداني هنا جبنة قريش اداني هنا جبنة مزارلة بخطوات معينة هو هو نفس المنتج سبحان الله بخطوات مختلفة عن بعضها عايزة جبنة رومي ليها طريقة عايزة جبنة ريش مع شوية من الشرش او كمية من الشرش كوباية جبنة ريش مع ربع كوباية من الشرش اللبن بيطلع لي جبنة كريمي عايزها سيلة الى حد المان زي كده احنا عملنا برضو على اساس نبين الفكرة كمان عايزة اضيفها خليها اكثر سمكا بقلل الشرش دي في ادينا على حسب ما نعملها لما انتواط في التلاجة لمدة 24 ساعة بتبدأ تتماسك وتبدأ تجمد معي طريقتنا كانت بسيطة جدا وسهلة جدا نقدر نعملها احنا كده عملنا جبنة ريش عملنا جبنة موزارلة وقادي الجبنة الكريمي لو هعمل حلويات سهلة جدا نقدر ان شاء الله اعمل الجبنة الكريمي عايزة اعمل موزارلة ان شاء الله تبقى سهلة والحد ما نتقابل ان شاء الله في منتج جديد استودعكم الله الذي لا تضيع وضعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة